ومن جهة أخرى قام وزير التجهيز والماء نزار بركة بزيارة ميدانية لإقليم تارودانت أمس للاطلاع على حصيلة تدخلات مختلف المديريات تتابعة للوزارة من أجل إعادة فتح وتوسعة الطرق المتضررة إثر زلزال إقليم الحوز وبهذه المناسبة عقد اجتماع بمقر المديرية الإقليمية للوزارة بيتارودانت قدمت خلاله شروحات حول تقدم أشغال تقوية المحاورة الطرقية المصنفة والغير مصنفة بالإقليم إثر ذلك قام بركة بزيارة لجماعة تافن كولت وبعض الدواوير المتضررة للوقوف على سير الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق نطلق العمل من طرف وزارة الجهيز والماء باش أننا غنزولوا هدوك المباني اللي طاحت وأننا غنقوموا كذلك بالعملية ديال الهدم وغن كذلك نقوموا بالعملية ديال إزاحة كل ما هو طيح في هذه المناطق وهذا غيد دار وغن ديوا المحلات اللي ما غيكون عندها أي ضرار على البيئة وفي نصو الوقت كذلك أننا غن نشتغلوا على أساس أننا نكونوا الأرضية اللازمة باش نطلق العملية ديال إعادة البناء لا بالنسبة للمؤسسات العمومية والمباني العمومية ولا بالنسبة للخواص للناس اللي ما تضروا ومشتلوا من ديور ديالهم فهي غد تفتح لهم المجال بعد الإعادة اللي اعتجت الملك في الإطار أننا غن يمكنهم يبنيوا من جديد هذه المناطق